اشتركوا في القناة ان شاء الله ربنا بديمهم وبحفظهم وبحميهم وبيسر امورهم وبحقق امانيهم وبسعدهم على كل الجهود اللي بدلوها احنا كل يوم عنا ذكرى للام وعيد للام ولكن بما انها ذكرى والكل بحتفل فيها فحبيت اني انا اعيد على الامهات وان شاء الله انه ربنا ما بيفجعكن بشيء وبنصفكن بكل شيء وبيقدرنا على انه نقدم لكم كل شيء خلينا نروح على توقعاتنا اليوم اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين اثنان وعشرين اذار اثنان وعشرين ثلاث القمر استقر في برج السرطان هو في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج رح يمكث فيها لتمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة عصرا تقريبا من عصر اليوم الاثنين بعدين بنتقل لمنزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل ولكن بما انه القمر سعيد فهاي النسبة بتكون قليلة بالنسبة للقمر بما انه موجود بالسرطان فتأثيره رح يكون على جميع الابراج ونشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن انه يذرف الدموع ويقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا بحيث انه نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة ووسعنا شراء عقار او زراعة نبتة ماء او شجيرة والانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا ثلاث زوايا فلكية اليوم اول زاوية رح تكون زاوية بطيئة هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين المريخ وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و34 دقيقة صباحا بتمنحنا وضوح كبير في امورنا وبرضو بتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في الاعمال وفي المشاريع اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 ودقيقتين صباحا بتعزز قدركنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع ممكن يصدر منها ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 5 و45 دقيقة صباحا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 23 ثلاث بيبدأ في تمام الساعة 23 و26 دقيقة بعد العصر وبيستمر الى تمام الساعة 55 دقيقة مساء لا ينتقل لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب اليوم 9 ايام يعتبر اليوم التاسع في تمام الساعة 9 و17 دقيقة صباحا بيصبح 10 ايام نسبة الاضاءة بتصير 60% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 60% القمر في السرطان حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 60% عطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم إش إنكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة ووسعكم دخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاضروا من التصرفات العدائية أهم إش إنكم ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلامك الجارح برج الثور ابتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات القصيرة كونوا أكثر صبر على الطرقات اليوم مناسب لاجتياز امتحان عبروا عن رأيكم لكن بهدوء ودون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغمض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من النشاط والحركة والاتصالات برج الجوزة تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية خففوا من النفقات قدر المستطاع اليوم ممكن تناقشوا موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها ممكن اليوم تفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء أهم إشي أنك تبرر عن مواقفك وتوضح بأي سوء تفاهم أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم بترتفع المعنويات والوجاء الأجواء بتكون واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة هاي الفترة بتحمل تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتك اليومية وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر برج الأسد بيسيطر التعب عليكم حاولوا إنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وإخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو المرض أو التعب الصحي أهم إشي أنه يعني في خلال هاي الفترة أهم إشي أنه تدير بالك من فشل بعض الأعمال في حصد النجاح ممكن يخيب أملك لتأجيل أو لإلغاء عمل معين أو مشروع معين في اللحظات الأخيرة برج العذرة بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم إشي أنكوا تتجنبوا انتقاد أحدهم يوم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفهم الآخرين إلك وممكن تحصل على تأييد أو ممكن أنك تشارك في ورشة عمل تتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأن محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معك لا تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق والتوتر برج العقرب بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا بتختفي المنافسات والعدوات وبتسهل جميع تحركاتك أهميش إنك ما تقف ساكن وتحرك برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض اتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولإحعادة بعض الأمور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات لا ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن تعالج موضوع مالي وإداري برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة هاي فترة يعني بتكون متوترة شوي وممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء بمسار أو بمسار الأمور والخطوات أو تغير نمط معين ما في بأس في ذلك يعني حاول أنك أنت تمشي مع التيار لا توجه أي انتقاد لأي أحد برج الدلو بيتراكم العمل عندكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل أو مع زملاء حاذروا من تراجع صحي غيروا أولوياتكم إذا دعت الحاجة ولا تعندوا باكر للعمل تفاديا لأي تأخير في الأعمال برج الحوت اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم هذا اليوم بيقدم فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الأمور أيضا ممتازة هذه الفترة إيجابية وتعتبر من أفضل الفترات هذا الشهر من أفضل الفترات هذا الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر